الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا كورد فولكر إن الإدارة الأمريكية لا ترى سببا يمنع تقديم أسلحة نوعية إلى أوكرانيا وفقا للممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا في مقابلة أجرتها معه صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشار فولكر إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في سعيها لتحقيق السلام وعودة الأراضي المحتلة حاليا وهو مقتنع بأن المحادثات بين واشنطن وموسكو ستساعد على حل الوضع في إقليم الدنباس وأفاد بأن الاجتماع القادم مع مساعد الرئيس الروسي بلاديسلاف سوركوف سيعقد في ديسمبر المقبل وأكد أيضا أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بروسية القرم الذي ضمته روسيا بشكل غير قانوني وأن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شبه الجزيرة كإقليم مدرج قصرا في الاتحاد الروسي فتحت موضوع القرم ولكن الجانب الروسي رفض الحديث عنه لا فرق يذكر بين القرم والدنباس لا فرق بين الغزب والاحتلال نحن لا نعترف بضم القرم ولكن إذا ما استطعنا تحقيق نتائج في الدنباس فعلينا فعل ذلك